المحاضرة دي هنتعرض لمجموعة من الانتجريزت سيركيت اللي لها فانشناليتيز هي موجودة في أجهزة كتيرة لأنها هي فيري انترسينج والحقيقة هي كلها بسيطة جداً ونشوف أنها سهلة جداً بعضنا نتعامل معاها في المعمل فأول واحدة من الانتجريزت سيركيت دي هنتكلم على الانالوج مالتيبلاكسر دي مالتيبلاكسر هناخد مثال اللي هي 4051 مالتيبلاكسر دي مالتيبلاكسر والحقيقة ده انالوج مالتيبلاكسر دي مالتيبلاكسر معناها ان احنا ممكن ندخل سيجنال بتاعتنا تبقى analog او digital ما بفهاش مشكلة ممكن احنا نقدر نتحكم فيه multiplexing او d multiplexing بتاعها multiplexer او d multiplexer بيبقى له عبارة عن حاجة اسمها common output او input ولو مجموعة من channels مفروض ان حسب الاختيار بتاعي بقى اللي هو بيتحدد بمجموعة من ال inputs كده A و B و C بقدر اخلي واحدة من دول تبقى in short circuit مع ال common output input دوت يعني بمعنى لو انا اختارت التلاتة دول صفار زي ما مثلا في التابل بتاعنا دوت هلاقي الont channel بتاعتنا هي zero معنى الont channel zero معنى ان ال terminal دي واصلة بال terminal دي almost short circuit فدي طبعا حاجة بتسهل لنا طبعا احنا عندنا فيه مجموعة signals مثلا عايزين نختار منها وعدة يبقى ممكن نختارهم عن طريق ان احنا نختار ال A و B و C دو نحطهم بقى حسب التابل دوت نختار اني التشانل نشوف التشانل احنا عاوزينها رقامها كام ونحط الكود بتاعها في ال A و B و C ويطلع لنا ال output بتاعها مباشرة على ال common output input فده بنستعمل ان احنا بيكون عندنا multiple signals زي مثلا عندنا ECG مثلا عندنا بيقى فيه مثلا 12 electrodes فاحنا ممكن نختار واحدة فيهم بس هي اللي نعرضها بنعرضها بحاجة زي الاندولوج ملتي بلاكسر دوت الملتي بلاكسر معناه ان انا باخد مجموعة من ال channels اوصل واحدة فيهم تباهية اللي طلع علي في ال output دي ملتي بلاكسر معناه ان في عندي input جايلي هنا بوصل الوحدة من channels دي العكس يعني هو في الاخر هي نفس الحاجة يعني تعتمد على السيجنال جاية من channels رايحة output input اللي هو common يعني signal دي او السيجنال جاية من common signal ودخلة بعد كده على واحدة من channels دي في الاخر حسب الاختيار بتاعي بتاعي الا والبي والسي واحدة من دول بتبقى short circuit معادي طبعا ما بتبقاش exactly short circuit بنعرف حاجة اسمها on resistance عادتا بتبقى حوالي 125 اوم ده typical value بتاعتها وده طبعا بيبقى يعني يتبقى صغير جدا وممكن actually لو احنا عندين الاي سي دي في المعمل ممكن احنا ناسهب افوميتر actually لو انا حاطت ال proper يعني select signals هنا وحاطت supply اللي هو VDD وال VSS وال VEE اقضى رئيس فعلا short circuit اقضى رئيس 100 اوم دي او 125 اوم دي بين terminal zero ومسلا والterminal hip بتاعت ال common لو انا بعد من selection channel zero فهي very interesting الحقيقى وبدأي لها نحنا ممكن ندخل signal من هنا تطلع هنا او العكس ما فيهاش بقى يعني لازم يعلها directionality بيبقى فيه برضو عندنا حاجة من ساميها ال inhibit input بيبقى فيه عندنا extra signal كده لو انا عملت ال inhibit دي واحد يبقى معنا كده اطلع output بتاعي يبقى كله try stated يعني كله اكن open circuit ده طبعا بيستعمل علشان ادسابل functionality بتاعت ال chip دي كلها لو ال inhibit بواحد يبقى معنا كده ال chip دي اكنها مش موجودة في circuit بتاعتي بتكلم طبعا على الاستعمالات بتاعتها الحقيقى كتيره جدا يعني فعلا ما فيش اي حاجة بيبقى فيها multiple channels الا بستعمل فيها multiple يعني بستعمل فيها multiplexer او دي multiplexer وبتساعدني كتير طبعا لما يكون عندي مثلا A2D1 مثلا ممكن ندخل multiple signals عليه باستعمال ال chip دي فالاستعمالات بتاعتها الحقيقى كتيره جدا وهو نفسه الحقيقى موجود وavailable وسهل جدا ان احنا نقدر نستعمله ونقدر نلاقيه في السوق الدائرة التانية اللي نكلم عليها النهاردة هي الدوايب بتاعت ال 3500 timer اللي هو 555 timer ده واحد من اكتر ال chips المستعملة في العالم والحقيقى يعني فعلا ديزاين بتاعها فعلا كان يونيك بحيث ان هو ممكن يتعمل عليها كتب مليانة applications يعني كمية applications ممكن نلاقيها بتستعمل ال chip دي لا نهائية فعلا وفيه عندنا عدد من الشركات بتنتجها من الشركة واحدة وفيه applications مثلا ممكن نتكلم على نحن نعمل بها precision timing ممكن نعمل pulse generation ممكن نعمل sequential timing ممكن نعمل time delay generation ممكن نعمل pulse width modulation حاجات كتير او ممكن نعملها الحقيقى باستعمال ال chip دي ممكن نلاقي الحقيقى كتب موجودة فعلا applications على 555 يعني نلاقي كتاب كامل كله دوائر على 555 دي ونقدر احنا نستعملها عشان نلاقي بعض الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها في الدوائر بتاعنا طبعا احنا يعني محتاجين نعمله احنا نفهم السركة نفسها الشغل ازاي وبعد كده applications نفسها بتبقى طبيقات على الفهم بتاعنا دوت فهي نفسها جواها اثنين comparators والاثنين comparators دول واخدين من trigger واخدين من الجزء اللي هو فيه control voltage دوت وممكن تبقى اخدنا من threshold ده برضو وبيبقى في عندنا الترمنال التاني بتاع 2 comparators دول بتبقى basically جايلنا من potential divider في عندنا هنا الفولت اللي بين ground وبين VCC supply متقسم من 3 اجزاء هنا بيتاخد التلت وهنا بيتاخد التلتين في ال comparator دوت الاوبوت دي بتخشنا على flip flop وبعد كده output بتاع flip flop في الاخر بيطلع لنا على output driver اللي هو بيطلعه في الاخر في الاوبوت في عندي هنا reset بحيث انه يقدر reset flip flop ده بحيث انه يطلع في الاخر هنا zero وبيبقى في عندي طبعا بيبقى ممكن يبقى في عندي الاوبوت بتاعي نفسه بيبقى طالع طبعا هنا بيبقى يعني ممكن يبقى بيمثل كل واحدة بقى من ال application اللي انا بستعمل الشيب دي فيها ناخد اول مثال على الاستعمال بتاع الشيب دي وهي استعمالها في المونو ستيبل operation يعني بستعمل 555 انه هو منو ستيبل مالتي فيبريتر يعني ايه منو ستيبل؟ معناه ان انا دلوقتي لما بدخلوا pulse يعني بدخلوا pulse كان negative pulse كده يعني اديله edge على ال input بتاعه بيطلع لي pulse محدد انا محدده له بناء على المكونات بتاعتي والويت دوت اكشولي بيساوي 1.1 R1 C1 يعني معتمد على قيمة ال R1 دي وقيمة ال C1 دي بتساوي كان ال operation بتاع المونو ستيبل دوت معتمد انها دلوقتي بعمل charging للكباستور دوت بيفضل يتشارج كده لغاية لما يوصل لحد معين الحد معين ده بيبقى compared ب value معينة لو احنا بصينا هنا مثلا بالنسبة للنقطة المرسيتة دي النقطة المرسيتة هي Threshold بتاعنا اللي موجود هنا والنقطة المرسيتة السابعة هي Discharge نقطة المرسيتة اللي هي دخلة هنا دي اول لما تعلق عن التلتين دي ده بيقلب يعني ده بيغير لي output بتاعي بتاعي flip flop once ان انا غيرت output بتاعي flip flop بقى هنا في واحد الواحد ده بيخليلي الجزء بتاعي Discharge دوت يبقى short circuited مع لان هنا دوت بس عامله كأنه switch لما يكون فيه هنا واحد بيبقى فيه short circuit بين هنا وبين هنا فالground دي بتبقى على Discharge يعني ده بيفضل يشحن لغاية لما يوصل لتلتين VCC وانس ان وصلت لتلتين VCC الجزء اللي هو السابعة دوت بيوصله بالground فيبتدي الكباسب ده بعد كده ايه ينزل يبقى 0 لان انا عملت عليه short circuit فدلوقتي لو انا خدت ال output بتاعي بقى اللي هو نتيجة للكلام ده اللي هو ال output في الاخر اللي هو جايلي من flip flop هنا كده هلاقي ان هو في المرحلة الاولانية camp 1 لغاية لما بعدي النقطة دي بينزل لزيرو بعد كده وانس ان انا عديت ال trash ده هنا بيقلب ال value بتاعته لو هنا في واحد يبقى في ال output هنا في 0 ال output driver ده بيعكس ال polarity بتاعته لو هنا في واحد بيطلع هنا 0 وبيعمل inversion فنقطة ان هنا في النقطة دي لو حصل discharge بقى فيه هنا واحد يبقى معنا كده يطلعلي في ال output بتاعي 0 فيفضل شغال بواحد لغاية لما وصل لتلتين VCC وبعد كده بينزل بعد كده يبقى 0 وانس ان انا يعني انا حطيت negative pulse دي في الاول لو انا يعني حطيت negative pulse تاني هيحصل نفس الكلام ده يتكرر تاني انما لو ما حطيتش حاجة بعد اول pulse دي خلاص هو الدين هتفضل زي ما هي كده مش هتتغير فيها اي حاجة خالص فهي بيبقى لها stable state هيا 0 وانا بس بغير ال stable state دي يعني باخدها في state تانية وعلي كده بترجع منها بعد temporary time اللي هو التى دوت اللي هو بيساق 1.1 R1C1 فده بنستعمله الحقيق علشان نعمل pulse shaping لو انا جايا لي مثلا pulses من source معين وال pulse دي ممكن يبقى الوت بتاعها دايق جدا ممكن ما اقدرش ان انا قسها بالالكترونيكس فعلي فممكن اولا بستعمل مثلا ماكي كنترولر وعايز ماكي كنترولر دي بقى عنده وقت عشان يستروب مثلا او عشان يقرى ال value بتاعته بتاعت ال input دي من على ال pins بتاعته فبدخلها على monostable multivibrator سواء بتاعت خمسات او يعني اي monostable عموما يعني وبيطلالي في الاخر pulse بيبقى الوت بتاعها انا محدده بحيث ان هو يبقى بالنسبة لي سهل بعد كده يتعامل معه دي برضو ممكن نستعمله ببعض ال applications ان احنا لو احنا عايزين pulse بوت معين عشان ناكتيفيت بها حاجة معينة طبعا احنا عارفين ان ال frequency content بتاع البلس بيعتمد على الوت بتاعها وكل ما الوت ده قال لكل ما frequency content عالي فطبعا ممكن في بعض ال applications اذا باعي زبعت pulse لها ويت محدد عشان يبقى فيها frequency content محدد فبرضو بقدر استعمل فيها 555 monostable فالفكرة السيئة بتاعته تاني ان انا لما بعمل بنزل ده هنا بزيرو هنا كده في النقطة دي ال input ده بيبقى zero اللي هو ال input اللي هو موجود عندي هنا في الدايرة اللي هو ال pin رقم اثنين اللي هي موجودة عندي هنا تريجر دوت التريجر دوت بيسيكلي بيخليلي ال output بتاع ال flip flop بتاعي ده يبقى high once ان انا خليت ده zero ده هنا التلت ده اكيده اكبر من الزيرو فمعنى كده هيخليلي flip flop ال output بتاعه هنا طبعا ده S هنا يبقى نفوض هنا يبقى فيه zero فمعنى كده يبقى فيه هنا في ال output بتاعي واحد هيفضل بقى يتشارج يعني هيفضل زي ما هو كده لما ده يعمل بالشارجين بغاية لما النقطة اللي هي بتاعة الثريشولد ريال مرسيتة دي توصلناها تبقى اعلى من التلتين بتوع ال VCC supply اللي هو النقطة دي تبقى دي تلتين لما دي تبقى اكبر منها يبقى ده هيعمل flipping لل flip flop دوت يبقى يغير ال value بتاعه حيث يبقى هنا فيه واحد once ان يبقى هنا فيه واحد هيخلي الترانزيتسو ده يبقى on يبقى يخلي الجراون بتاعتي تبقى short circuit مع discharge اللي هي نفسها وصلة بالنقطة دي فالكباسو ده هيفرغ فيه ال ground بتاعتي فمعنى كده ان هو هتطلع لي pulse دي وبعد كده هيقف مفيش اي حاجة هتحصل مفيش اي حاجة هتتغير غير لما اجي في النقطة دي احط negative pulse تاني طبعا هي في الحالة العادية لو انا ال switch ده اللي هو اللي انا كنت بعمل به negative trigger لو switch ده off لو switch ده كده مفيش اي توصيلة هنا النقطة دي اللي هي ال input دي وصلة directly بي VCC عن طريق ال R1 فدائما هتفضل الفولت بتاعها عالي يبقى معنى كده هتفضل مش هتتغير الساب بتاعتها يعني اللي هي الكون ان هنا يبقى فيه واحد وهنا فيه zero مش هيتغير نتيجة لان النقطة دي الفولت بتاعها هيكبر اكبر من دي اكيد لان دي هتبقى VCC وده هتبقى Tilt VCC وانسا انا حطيت negative pulse دي عن طريق ان انا عملت short circuit هنا لما بحط short circuit هنا يبقى معنى كده خليت النقطة اللي هي هنا دي خليتها تنزل ground بقى هنا ال VCC بقت اكروس ال R و R2 وما بقاش هنا فيه VCC بقى هنا فيه zero فمعنى كده بتدي بقى يتريجر ال operation بتاع ال ايه المونو ستيبل وانسا ان انا خلصت تاني مفيش اي حاجة بتحصل لو مفيش عندي pulse هنا حصلت يبقى يفضل زي ما هو كده ده يفضل هنا لو هي تفضل واحد هنا ودي تفضل zero مفيش ايه حاجة تتغير خالص نوع تاني من ال operation بتاع ال 555 timer اللي هو ال bi-stable operation ال bi-stable operation بيبقى عندي فيه two stable states مش عندي واحدة بس ويعني بروح لها يعني بافضل فيها وممكن انا روح لوحدة تانية او state تانية وارجع بعد كده بعد فترة قصيرة لا ده هنا ممكن انا اسويتش بين D وبين D يعني اكدنا عندي كده حاجة يعني ممكن انا اخليها يمين او شمال ولما بحطها يمين او شمال بتفضل زي ما هي فالفكرة بقى هنا ال operation بتاعها ابسط بكتير الحقيقة ومعتمد على operation بتاع trigger و reset trigger و reset زي ما احنا شايفين هما ال input لل two comparators دول دول لما بحط trigger input بتاع حطه zero زي ما احنا فاكرين في ال monostable لما بحط ده zero يبقى معنى كده ده بيبقى اكبر من ده يبقى ده بيفليب ال ايه flip flop بتاعي فيطلع لي هنا في ال output بتاعي هنا طلع لي zero ويطلع لي في ال output بتاعي طلع لي واحد ويفضل على كده مفيش اي حاجة تتغير بقى لان كل الحاجات التانية ما تغيرتش once ان انا عملت switching لreset يعني خليت ال reset بتاعي يرجع تاني زي ما كان يعني ال reset بتاعي يرجع يبقى zero قصدي فلما يبقى zero هنا الجزء بتاع reset input بتاعي اللي هو واصل على ال panel number four اللي هي اللي موجودة عندي هنا دي كده ال reset number four دي لو انس ان انا عملت لها reset دي basic bit reset flip flop فبتغير لي ال reset اللي هنا دي بدل ما كانت zero هنا تطلع لي هنا واحد وانس ان بقى هنا في واحد معنى كده ان هتطلع لي هنا ناحية تانية ايه في ال output بتاعي يطلع لي zero ويفضل zero بعد كده على طول فهو هنا لو دخلت pulse في trigger اخلي ال output بتاعي يطلع يبقى واحد ويفضل واحد ولو دخلت reset input pulse كده negative edge بيرجع لي ال output بتاعي يبقى zero فاحنا basicly ال negative edge دي بتطلع لي ال output بتاعي يبقى واحد وال negative edge في ال reset بتطلع لي ال output بتاعي او بترجع ال output بتاعي يبقى zero تانية فده بنسمي ال by stable output ان احنا basicly بنطلع دايرة بتاعتنا انها تطلع output معين يعني واحد يزيره وتفضل عليه بعد كده بيتغير لما دخل input تاني يعني لو انا كنت بكلم انها دخلت input على trigger لو دخلت على reset بغير تاني ارجع للا ايه لان انا بقى zero تاني لو عملت trigger input تاني برضو بطلع تاني يبقى واحد وهكذا فبتحكم في الدايرة بتاعتي ان هي تطلع لي اما واحد اما zero طول الوقت بان انا ادخل trigger input او reset input من الحاجات المهمة جدا ويمكن اشهر استعمال لل 555 timer اللي هو ال as stable operation as stable معناها بيكلم على free running oscillator oscillator يعني بتطلع لنا wave form بالشكل احنا شايفينه هنا كده عبارة عن periodic wave form بالشكل هنا فالفكرة بتاعته بقى هنا فكرة برضو بسيطة جدا احنا هنا اللي بيحصل ان انا في الاول خالص بخلي ال capacity اللي هو c1 ده بنفس الطريق اللي هعملنا قبل كده بيشحن عن طريق r1 r2 فيبقى هيطلع هنا كده نلاقي ال voltage بتاعه بيطلع بشكل exponential كده او يعني فيه curve عبارة عن exponential growth كده بالشكل ده بيوصل طبعا بيعني steady state بتاعته بتبقى عند vcc بس action هو مش يوصل عند vcc اول لما يوصل يبقى عندي trigger بتاعي دوت اكبر من tilt يعني لان هو هنا بيتقارن بالتلت طول ما هو اقلي من التلت مفيش مشكلة اول لما يوصل ان هو يبقى اكبر من التلت انا كده غيرت value بتاعه دي فلاقي ان انا once ان انا غيرت دي هقلب ال qd هتبقى واحد اول لما دي تبقى واحد معنا كده الترانزيسور دا يبقى on الترانزيسور دا يبقى on يبقى معنا كده ground تبقى وصلة بالdischarge discharge actually هنلاقيها وصلة هنا مش وصلة عند نفس النقطة هنا لا وصلة فوق شوية فلاقي ان هو في المرحلة بتاع discharge بيدسشارج actually مش في ground لا ده بيدسشارج through R2 يعني discharge دي بقت ground دلوقتي بس الcapacitor ده بيدسشارج through R2 للground فمعنى كده هو بيدسشارج في الناحية اللي هي الجزء التاني دوت ب different time constant يعني time constant كفي الاول خالص R1 زائد R2 في C Time constant بقى في المرحلة التانية اللي هي T2 دي هيبقى عبارة عن R2 في C1 فمعنى كده نقدر نبص نشوف من الدايرة دي كده نبص نشوف ان T1 بتاعنا دوت اللي هو الوقت اللي محتاجه عشان نطلع نبقى عندنا ال value بتاعتنا Tilt هنلاقيها بتساوي 0.693 R1 زائد R2 في C C اللي هي دي طبعا هي ال value دي T2 اللي هي عبارة عن 0.693 R2 في C زي ما قلنا ان هو بيدسشارج through R2 مجموعة ال 2 هو total period بتاعتنا اللي هي عبارة عن المسافة من هنا لها T1 زائد T2 ال frequency بقى هي عبارة واحدة على الكلام ده اللي هو بيطلع بيساوي 1.44 على R1 زائد 2 R2 في C طبعا ممكن نحسب duty cycle بتاعتنا ونوري نهاية بتساوي R1 زائد R2 على R1 زائد 2 R2 طبعا من الشكل بتاعنا ده ممكن نلاقي ان احنا نقدر نتحكم كمان مش بس في frequency لا نقدر نتحكم كمان في duty cycle فبال two equations دول هل نقدر نتحكم بالزبط ايه اللي بيحصل بالنسبة لـ frequency بتاعتي تبقى كام وال duty cycle بتاعتي كمان تبقى كام فتاني اللي بيحصل ان انا في الاول خالص مفيش اي حاجة خالص من دول بتبقى شغالة فباسيكلي عندي R1 و R2 in series مع C1 ودي وصلة بالجراوند يبقى معنى كده هيحصل charging C1 through R1 R2 فهيبتدي الـ voltage يبتدي يزيد كده بشكل ايه بشكل اللي هو exponential growth اللي احنا متعودين عليه اول لما يوصل الـ value بتاع trigger بتاعتي هنا اللي هي الـ value اللي هنا دي تبقى اكبر من tilt VCC اللي هيحصل يعني الـ comparator ده قمته هتتغير فهتغير لي output بتاع بحيث ان الـ Q bar دي تبقى بتساوي واحد وانس دي بقى بتساوي واحد يبقى معنى كده transistor ده بقى on يبقى معنى كده بقى عندي ground D in short circuit مع discharge discharge ده محطوط بين R1 و R2 فمعنى كده انا حطيت هنا short circuit ما بقاش بقى فيه هنا VCC عشان تشحن بقى فيه هنا short circuit عند النقطة دي فمعنى كده C1 ده يبتدي يفرغ charge بتاعته through R2 فمعنى كده يبقى فيه عندي هنا decay للـ voltage الموجود دوت بtime constant R2 C1 من time constant بتاع charging و discharging اللى هو بعض رحسبنا هو T1 T2 بنقدر نحسب بالظبط الـ period بتاعتنا بتساوي كام ومنها نقدر نحسب frequency وبالتالى نقدر ان احنا من الـ equation بتاعت frequency ده نقدر نحدد القيم بتاعت R1 و R2 و C بحيث نحدد frequency اللى احنا عايزين هتبقى كام الـ duty cycle برضو لها equation نتيجة ان احنا من الـ on time على on plus off مفروض ان هو يبقى عبارة عن الـ voltage احنا شافينا هنا دي فبالتالى اللى هي عبارة عن T1 على T1 زال T2 فبنتكلم على ان هو يبقى برضو مجموعة الـ resistors يبقى عليها constraint برضو ان هي تبقى يعني علاقتها ببعضها حاجة معينة يعني هنا انا ممكن مثلا اخلي مجموعة دول حاجة معينة بس actually ممكن ما يتحققاش الكلام بالكلام ده الـ duty cycle اللى انا عايزها فلازم اخد two equations دول the duty cycle مع frequency علشان اطلع الـ waveform اللى انا محتاج ان اطلعها بالـ 555 timer طبعا الاستعمال ده يبقى من ابسط الاستعمالات بتاعت الـ 555 والحقيقة بنلاقي ان هو فعلا يعني من اكتر الحاجات اللى ممكن نقدر نعملها في المعمل ونشوف نتائجها بمنتهى السهولة ممكن نلاقي بقى مجموعة بالـ applications ممكن نعتبر انها derivative للـ applications الاساساسية اللى احنا نكلم عليها فـ frequency divider هو عبارة عن من مونو ستيبل مالتي فيبريتور circuit بس بنـ adjust الـ period بتاعت المالتي فيبريتور دوت يعني زى ما احنا شايفين كده ده الـ input بتاعنا بيبقى حاجة نعرو بالشكل ده كده وبعد كده بيطلع لنا البلس اللى بعديها او يعني هنا لو احنا شفنا بتاعنا هنا ده طلع لنا البلس هو بالشكل ده كده لو انا طلعت البلس دي كبيرة كفاية بحيس ان انا يعني البلس الثانية دي تبقى وذين البلس دي مفيش اي حاجة تحصل في اسناء البلس دي طالما البلس دي مفيش اي حاجة دايرة كلها وقفة لغاية لما البلس دي تنزل زير تاني فالـ triggering اللى بيطلع لنا من هنا دوت هنلاقيه ان ما بقاش موجود ففعليا انا كده خدت ثلاثة بلس وطلعت بلس واحدة ففعليا انا كده عملت divide by counter او divide by timer يعني انا كده خليت الـ frequency اللى جايالي بدلا ما كانت ثلاثة x هنا بقيت 1x هنا بقى كل اصاد كل واحدة من دول بقى اصاد كل ثلاثة من دول بقى في واحدة بس من دي فده طبعا احنا بتحكم فيها بان احنا ناخد يعني نعمل monostable multivibrator ويبقى مدخلين عليه الـ input اللى هو بارعا oscillations بالشكل ده كده يعني بارعا signal بالشكل ده كده هو بياخد كل واحدة من trigger دي طلع pulse تبقى طويلة كفاية ان هي تاخد العدد اللى انا عايز اعمل B division لل frequency بتاعتي فلو عايز اقسم على ثلاثة يبقى اعمل pulse طويلة كفاية انها تتساعي ثلاثة من دول لو عايز اعمل divide by two يبقى اعمل pulse لغاية هنا ويبقى كده كفاية يعني بعد كده لو انا خلصت في النقطة دي يبقى معنى كده pulse دي هتجيب لي واحدة تانية فمعنى كده انها فعلا هتطلع لي كل اتنين هتطلع لي برضو pulse من هنا فمعنى كده اقدر بالcircuit دي فكرة بسيطة جدا ان انا اقدر اعمل divide by يعني واحدة من الابليكيشنز برضو المهمة اللي شفناها قبل كده في الجزء بتاع ال switch mode part supply انها بيبقى محتاجين يبقى فيها عندنا حاجة بيسميها pulse width modulator ان احنا بيبقى فيها عندنا pulses بتتغير بتغير voltage معينة يعني width بتاع البلس تغير بتغيره فلو انا عندنا مثلا wave form بتشك ده كده هنلاقي في الاجزاء ان wave form فيها قيمتها عالية هنلاقي width بتاع البلس كبير كل ما بتقل بيبقى الوث دايق لغاية لما بتبقى قليلة خالص بيبقى الوث المص مفيش خالص فدي برضو ممكن اعملها بنفس الافكار اللي احنا شفناها قبل كده في ال 555 timer ان احنا برضو بنشحن capacitor هنا وبنقارن بقى ال capacitor المرة دي مش بحاجة ثابتة لا بنقارنه بال input اللي داخلنا اللي هو signal زي كده فهنا لو بصينا هنلاقي ان احنا ال capacitor ده بيشحن وبتقارن القيمة بتاعته بقيمة بقيمة ال voltage اللي هنا كل ما احنا كان عندنا قيمة ال voltage دي كبيرة كل ما الكباسو ده خد وقت اطول علشان يشحن لنفس القيمة بتاعت الموديوليشن دي ويبقى اكبر منها علشان يعمل بعد كده يعمل تريجرينج لل comparator دوت ان هو يغاية قيمة flip flop عشان يبتدي تاني يعمل لي هنا النقطة يترجع تاني يعني ال discharges يرجع تاني يبقى zero بحيث الكباسو يبتدي من الصفر تاني فالنقطة ان هنا زي ما احنا شايفين كده ال input بتاعتنا هي عبارة عن threshold اللي هي عبارة عن ال input اللي هو ال positive بتاعي ال comparator دوت و ال modulation input اللي هو جايلي اساسا من pin number 5 اللي هو control voltage ده فهم الاثنين بيتقارنوا بعضه مقارنة مباشرة طول ما دوت اقل من دوت بيبقى في ال output بتاعي زي ما هوما بيتغيرش لما ده بيكبر عن دوت لو ال voltage اللي جايلي من threshold دوت اللي هو من ال capacitor عالي عن ال voltage اللي جايلي من السيجنال بتاعتي ده بيغير قيمة بتاعته فبيخليلي ال q bar دي تبقى بواحد فتخليلي discharge ده يبقى متوصل بال ground فانس ان ده بقى متوصل بال ground ده بينزل تاني يبقى zero ففعليا ال pulse دي هي الوقت اللي بيشحن فيها ال capacitor ده بيوصل عند النقطة الاخرية خالص دي بيوصل ان ال voltage بتاعه يبقى exactly ال input اللي جايلي هنا دوت وانس ان هو عد ده بيبقى ال discharge ده بيخلي ال voltage بتاعك بس اللي ينزل يبقى zero ف ال input بتاعي يوصل يبقى zero فده طبعا بنستعمله علشان نحول ال voltage اللي هنا دوت نحوله ال equivalent pulse width بحيث ان احنا نستعمله مثلا في حاجة زي control بتاع ال switch اللي موجود مثلا في switch mode power supply او ممكن احنا نستعمله في اي application تاني محتاجين فيه ان احنا يبقى عندنا signal بتاعتنا coded في شكل pulse width نتكلم بقى على مجموعة تانية من ال integrated circuits في غاية الاهمية بنسميها optical isolation circuits ممكن نلاقيها في شكل opt coupler او ممكن نسميها opto isolator ممكن نلاقيها في شكل opto triac وممكن يبقى هي يعني تبقى digital circuit او transistor circuit او triac circuit ال digital circuit ممكن تبقى حاجة بشكل جيد بالمنظر ده كده بيبقى عندي ال input بتاعي دايما بيبقى عبارة عن photo diet بيبقى اصاده نحنا التانية circuit بتبقى sensitive لل light اللي بيطلع من photo diet دوت لو ال diet ده كان on بيخلي circuit دي تبقى on لو كان ده off بيبقى circuit دي تبقى off لو كان ده digital circuit ممكن نحنا يبقى لها truth table بالشكل ده والميزة بتاعه طبعا يبقى فيها isolation كامل بين الجزء بتاع ال input والجزء بتاع ال output ال isolation ده في غاية الاهمية في الدواري بتاع ال biomedical engineering لان فيه حاجات كتيرة جدا بنحتاج انها تبقى يعني بعيدة خالصة عن ال patient زي 220 volt مثلا اي حاجة فيها 220 volt او اي حاجة connected ب high power لازم تبقى بعيدة خالصة عن الجزء بتاع ال patient فطبعا ممكن نعملها ب optical isolation ولو احنا نفكرين برضو في الجزء بتاع ال fly back power supply كان برضو كنا محتاجين في الجزء بتاع ال sensing circuit كان محتاجين برضو isolation فكان ممكن برضو نعملها بحاجة زي opto isolation فممكن برضو نلاقي circuit بتاعتنا بتاعت opto coupler بتاعتنا تبقى في شكل transistor في الحالة دي ال current اللي ماشي هنا هيبقى زي ال I base بالظبط لما ال I base ده بيبقى كبير او هنا بيبقى فيه voltage يعني عالي بيبقى عندي هنا ال transistor ده بيبقى on لو هنا مفيش current يبقى معنى ال transistor ده بيبقى off ده طبعا ممكن اشغاله في شكل switch يعني يبقى on off يعني او بشغاله في cut off saturation او مش شغال او مش شغال فيبقى هنا اما فيه short circuit بين ال اتنين دول اما يبقى في open circuit بين ال اتنين دول depending على اذا كان فيه ماشي هنا current او لا او ممكن انا اشغاله بقى في linear range بحيث ان ال current اللي داخل هنا يضرب فاكتور يبقى هو نفسه current اللي ماشي هنا طبعا لو احنا احتاجنا current اعلى شوية ممكن نستعمل بدر مستعمل transistor واحد نستعمل direct ampere بحيث ان احنا يبقى current capability تبقى اعلى شوية من الحاجات المهمة قوية اللي احنا برضو ممكن نستعملها opto triac opto triac عموما عباره عن device لما بندخله هو شكله مثلا عامل كده لما gate بتاعته اللي هي الرجل اللي هنا دي بتبقى بتساوي 5V مثلا او بتبقى high بيبقى هو نفسه short circuit بس الميزة بقى بتاعت triac دوت كdevice مش زي transistor بقى ان هو ممكن نحط عليه 220V فعاداته ممكن نلاقي مثلا circuit بتاع triac مثلا ممكن يبقى واصل بيها لمبة 220 واصل بيها 220V نفسها بيقى كنها زي switch بزلطة بتاع كهربا فبتقدر تستحمل current عالية وتستحمل voltage عالية فطبعا بتبقى فيها ميزة كبيرة جدا من نسبالنا عشان نقدر نكونترول بيها الحاجات اللي هي جاية من المينز بدر مستعمل relay انا بكلم على ان انا بستعمل بقى solid state relay بستعمل relay موجود في السمي كوندكتور device فهنا برضو نفس الكلام لو انا current هنا عالي يبقى معنى كده خلي triac ده يبقى on فمعنى كده لو انا حطه في circuit زي كده هلاقي مثلا 220 دي هتمشي في الايه في الدايرة دي كده فيبقى اللمبة دي تنور لمبة 220 دي تنور لو انا خليت دي off يبقى معنى كده ده current ده هيبقى off يبقى معنى كده ده هيبقى off يبقى معنى كده اكني فتحت الدايرة دي فمعنى كده مفيش current هيمشي طبعا الميزه بتاعت حاجه زي كده نحنا بقى control دايرة دي voltage عليل اولا و ايزوليت تماما عن 220 لو حصل اي حاجه هنا زي ما يحصل هنا دايرة دي فيه physical isolation بين الاثنين طبعا نحن ممكن في بعض الـ applications بقى الـ output ده مش هو نفسه يكنترول على طول حاجه لا ده هو ممكن يكنترول ترايك تانى يعنى يبقى فيه ترايك عادي controlled بالoptro track والترايك ده هو اللي يمشي فيه current الميزة بتاعت الترايك العادي دوت إن الكبيرة توقفر شوية ممكن يبقى فيها heatsinks كبيرة فممكن تستحمل كارنت يمشي اعلى شوية من اللي بجلنا من opto track دا فهنا بستعمل opto track عشان اعمل isolation وبعد كده بستعمله بقى عشان اتريجر بيه الترايك الثاني اللي انا في الآخر باخده وستعمله بقى في وسط الدايرة بتاعت دي فالدايرة بتاعت دي بيبقى فيها عندي هنا ال load موجود بيبقى عندي هنا 220 موجودة لو انا التراك بتاعي ده on يبقى معنى كده الكرنة هيمشي في اللود لو التراك بتاعي ده off يبقى معنى كده ما فيش كرنة هيمشي يبقى معنى كده اللود ده مش هيبقى عليه voltage فطبعا دي application زي ما بقول مهمة جدا بالapplications في عائلتها مثلا اللي ممكن يتخيلها في ال Biomedical Engineering ال control بتاع ال heater مثلا في ال incubator او control بتاع اي heating عموما يعني في ال hemo dialysis او في اي حاجة بالشكل ده طبعا ده بالنسبة لنا ال heater نفسه ال heating element نفسه بيبقى عليه 220 درجة وطبعا بيبقى 220 volt وال 220 volt ده بيبقى طبعا ما قداش نتحكم يعني بترانزيستورز عادية فيه فمحتاج ان احنا نعمل دوايا زي اللي احنا نتكلم عليها دلوقتي دي ب opto triax عشان نقدر نعمل بها control على ال heating element دوت وفي الوقت نفسه ال microprocessor بتاعنا اللي هو بيتحكم فيه ال heater دوت ما يبقاش متعرض انه ممكن يجي عليه 220 لو حصل اي فولت في الدائرة بتاعتي الحقيقى بنصح الناس انها تجرب الحاجات اللي تكرمنا عليها النهاردة دي بيديها يعني 4051 ده الحقيقى موجود وافيليبل في تقريبا فل الاماكن اللي بيتبيع integrated circuit وهو موجود في كل المعامر بتاعت الكليات غالبا برضو فده بيبقى ظريف جدا نحنجيبه نحط له voltage اللي هو supply بتاعه ومجرد احنا نحط بقى ال inputs اللي هو ال A و B و C دي عبارة digital inputs نحط يعني اي combination ونشوف نقص بال Avometer كده بين common terminal وبين واحدة من كل واحدة من عشان نشوف channel on فده طبعا بالنسبة لنا بتفهمنا كتير قوي عن الدايرة دي شغال ازاي طبعا لو حاطينا inhibit مثلا سيجنة خلناها بواحدة نلاقينا في الاخر برضو دايما نطلال لنا open circuit مش نطلال لنا حاجة طبعا برضو من الحاجات اللي لطيفة جدا نحن نحب ندرب ايه 555 timer ده انا في اعتقادي ان ما نفعش ان حد يتخرج من كلية هندسة ما يكونش اشتغل في حاجة لها علاقة بال 555 timer لان الحقيقة يعني الابليكيشن بتاعته كتير جدا وممكن نلاقيه في اماكن يعني طبعا في دوايا كتيرة جدا يلاقيه موجود فابليكيشن سيحيها very innovative فالحقيقة من الحاجات اللي احنا نحب فعلا نتعلمها ونحب نفهمها كويس عشان بعد كده الابليكيشن بقيتها مش قليلة يعني اتمنى احاول تجارب المونوستيبل والأستيبل والبالسويتس موديوليشن على الاقل على اساس دول الحاجات برضو بتبقى intuitive اكتر شوية من بقية الابليكيشن تاني برضو الوباريشن بتاع مثل opto isolator برضو لو انا جبت opto isolator انا برضو عايز اشوف برضو ايه اللي بيحصل فيه فبرضو ممكن اجيب واحدة من الابليكيشن مثلا زي opto transistor ولا حاجة ووصله بلد يعني light emitting diet واشوف بعد كده ان انا يعني اوصله مثلا على collector بتاعه مع VCC ووصل ال emitter بتاعه بالground مع resistance عساس لما يمشي current ما يبقاش ال lead ما تتحرقش وفي نفس الوقت بحط مثلا على ال input بتاعي يعني بحط resistance مع 5V او بحط resistance مع 0 واشوف لما بحط في 5V يعني بيبقى الفوتو داعي on اللي هيحصل ولما يبقى off ايه اللي بيحصل وطبعا دي من الحاجات اللي بتفهم لي برضو الدنيا بيحصل فيها ايه لان هي واحدة من المكونات اللي ضروري نستعملها الحقيقة في circuits كتيرا نتيجة ان هي يعني بتنفذ لي ببساطة واحد من الاهم ال conditions اللي لازم تتحققها في medical devices وهي ال isolation good isolation موسيقى موسيقى